السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم محمد حريد النهاردة ان شاء الله هنكمل مع اصحابنا في الصف السلس الابتدائي وثالثة ابتداء نهاردة معنا وده درس مهم جدا 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 في الوحدة العشرة من يونت تن الدرس الخامس ده ليه مهم هنقول مهم لانه فيه اكتر من حاجة اول حاجة كلمات ذات المقطع ومقطعين والتلاتة وكمان هناخد في كلمات بيبقى فيها مقطع مشدد شوية فبناخد بلنا بالنطق فيه بيبقى تحس انها لبنشد شوية في النطق بتاعه او في المقطع ده وفي كمان هناخد كمان ادوات للربط آآ منها التناقض او منها الكلام ده كله هنشوفه النهاردة بازن الله في الفيديو بتاع النهاردة فاحنا عارفين ان هو فيه معلومات مهمة جدا وبازن الله مش هنطول عليكم فيه بس بحيث تبقوا عارفين ان هو فعلا معلومات مهمة ومفيدة جدا جدا في الدرس الخامس بتاع النهاردة اول حاجة كلمات ذات مقطع واحد يعني كلمات ذات مقطع لفظي واحد يعني بتنطق مرة واحدة زي ايه شاشة مسلا شاشة سكرين 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 شايفين النهاردة اعمل ازاي نيجي بعدها الكلمة تانية فعلا يعني ماوس فعلا يعني ماوس اللي احنا شايفينه بتاع الكوميتر زي ما احنا شايفينه قدامنا ماوس ماوس نيجي بعدها كلمة تليفون يعني فون 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 يلا معي فون حول سنتعش انتعرفون ازاي اللي تفرقوا ما بين المقطع والمقطعين والتلاتة يبقى تليفون يعني فون قطة يعني كات 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 يبحث يعني search يبحث يعني search يبحث يعني search يبقى يبحث يعني search search نجيب علي كده بقى كلمات ذاتها مقطعين لوزيين two syllable words زي اول كلمة معنا كمبيوتر لوحي او الاسم بتاعه tablet tablet زي ما احنا شايفين مقطعين tablet 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 بس لبنتي قولها لبعضها tablet ده كمبيوتر لوحي نجيب الكلمة اللي بعدها موقع الكتروني يعني website برضو شفنا كلمة website على مقطعين website website يلا معي website website هي كلمة على بعضها website ده موقع الكتروني نجيب الكلمة اللي بعدها لوحة مفاتيح keyboard 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 برضو كلمة من مقطعين keyboard 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 يعني لوحة مفاتيح نجيب الكلمة اللي بعدها كلمة بحس يعني research 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 يلا معي research 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 هي الكلمة اللي بعدها research يعني بحس كلمة اللي بعدها بريد الكتروني email 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 برضو كلمة من مقطعي email كلمة اللي بعدها email email نيجي بقى لي كلمات ذاتة ثلاث مقاطع three syllable words وهنا زي ما هنا شايفين اكتر من المسال برضو زي كلمة internet 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 كده ثلاث مقاطع معنا بس بتنتقل كلمة اللي بعدها internet internet حتى احنا بننتقل بصرحة ناخد بالنينية متأسمال ثلاثة فعلا كلمة اللي بعدها يعيد تدوير recycle 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 يعني يعيد تدوير recycle كلمة اللي بعدها recycle كلمة اللي بعدها computer 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 كلمة اللي بعدها computer computer كلمة اللي بعدها video video وشايفين video video او. تلات مقاطع. فيديو. فيديو. تمام? تبقى كلمة من تلات مقاطع هنا. فيديو و اي و او. تبقى كلمة البعضها فيديو. تبقى فيديو هنا فيديو. طبعا قلنا الكلمة في الكلمات اللي هي المشددة او المقطع المشدد للكلمة. زي مقطع قوي في الكلمة. يبقى هو مقطع او هو المقطع القوي في الكلمة. اللي هو اقوى مقطع في الكلمة. هو المقطع القوي في الكلمة. زي ايه? مسلا كلمة انترنت. 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 بعد كده سيل فون. سيل فون. يبقى انترنت اللي هو الانترنت. انترنت. شوفنا المقطع المشدد. بنيجي بالكلمة هاتف محمول. سيل فون. وهكذا. بنيجي بال اهم الاجزاء اللي موجودة في درس النهاردة وهو يعني اداة الرابط. يعني هي كلمة تربط الكلمات والجمل ببعض. عندنا تلات كلمات النهاردة او تلات ادوات هنستعملهم. اند وصو وبط. اند بمعنى وا. سو بمعنى لذلك. بط بمعنى لكن. باند سو بط. تاني عندنا تلات ادوات رابط. اند وصو وبط. اند بمعنى وا. سو بمعنى لذلك بط بمعنى لكن. هنعرف استخدام هنعرف استخدام كل واحدة فيهم. فمسلا هبتدي باند وهي بتستخدم لو كانت جملتين متوافقتين. يبقى زي هاد فلافل اند صالد فور بريكفاست. يبقى هنا بنتكلم على الفطار فمعندهم فلافل وكمان صالدة. يبقى زي هاد فلافل اند صالد فور بريكفاست. نيجي بقى لو ذكر نتيجة ودي بنستخدم فيها يبقى لما نذكر نتيجة فعل شيء هنستخدم بمعنى لذلك. يبقى نتيجة اللي كده هو هيبقى تناول الطعام. يبقى تاني هنقولها ازاي. يبقى هو جعان والتالي او لذلك تناول بعض الطعام. يبقى نتيجة لذلك تناول بعض الطعام. طيب هنقولها ازاي. he is hungry so he gets some food. يبقى he is hungry so he gets some food. يبقى للاداء التالتة وهي بمعنى لكن ودي بتستخدم عند توضيح التناقض. يعني هما كانوا عايزين للحديقة. لكن هي كانت تمتر. يبقى تاني. وهم ارادوا ان هما يذهبوا للحديقة. لكن هي كانت تمتر. وبالتالي هنا وضحنا التناقض ببط. واستخدمناها بمعنى لكن. يبقى هما كانوا عايزين للحديقة. لكن هي كانت تمتر. لكن هي كانت تمتر. وبالتالي نستخدم هنا ببطء بمعنى لكن عشان نوضح التناقض. ودي توضيح التناقض. وعندنا هنا كلمة مهمة جدا في جزئية دي كلمة بارك. وهي بمعنى حديقة عامة. حديقة عامة. كلمة مهمة جدا ولازم تتعرف ان شاء الله تقدروا تستفيدوا منها. يلا نكمل. نشوف سريع على يونت تن. يونت تن اه اخدنا في بوكابر مهمة جدا زي كيبورد انترنت ماوس تابل ويب سايت كومبيوتر سيل فون ميوزيك وورلد واتش فيديوز. بنيجيب عليه كده للفونيكس كانت وان سيرابل تو سيرابل و سري سيرابل تاني وان سيرابل وتو سيرابل و سري سيرابل اللي هي مقطع مقطعين و تلاتة. كانت عندنا مسارة على الون سيليبل اللي هي ماوس وسيرش بنيجي تو سيرابل ري سيرش كيبورد ويب سايت سري سيليبل كومبيوتر وانترنت. بنيجيب عليه كده اللانجوج. كان يووتش فيديوز? يس اي كان. ودو يوهاب كومبيوتر? نو اي هاب اتيبل. كنا شفنا طريقة السؤال والاجابة دي وهي موجودة فى الدروس اللي فاتت. اتمنى ان شاء الله ترجاع اهلا ويحتاجتوها او لسه مش شفتهاش باذن الله او تقدر تستفيدوا منها باذن الله معانا يعني ازاي تقدر او تبقى امنا على الانترنت اول حاجة يعني ما تشاركش صورك مع اي حد او مع كل شخص يعني ما تشاركش صورك مع كل شخص هنا ازاي ما تشاركش صورك مع كل شخص تاني ما تشاركش صورك مع كل شخص وكمان ازاي ازاي انترنت يعني اسأل البالغ عن ان هو ان هو تمام ان ان تستعمل الانترنت وهكذا ده كده اتمنى اشاركم استفدتم منه وزي ما قلنا نزف فيديو مجمع عشان اللي حابي بيرجعوا يشوفوا ان شاء الله موجود على القناة موجود كمان على قيمة في الصحف الثالث الابتدهي اتمنى اللي مش هفوش يرجعوا وتشوفوا بإذن الله تقدروا تستفيدوا منه وبإذن الله هنشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة